السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف الاتفاق اللي حكينا عنه من كم يوم واللي تم بين أهالي درعة وبين النظام بوساطة روسية ما صمد أكثر من يومين وانهار مثل ومثل أي اتفاق بصير مع النظام لأنه النظام ما عنده كلمة أبدا وهو عبارة عن عصابات تشبيحية محاسلاح مو أكثر بس اللي نخلي هاي العصابات التشبيحية حاكم البلد هو النظام الدولي اللي شايف جرائم الأسد اللي عم تصير ليلة نهار وهو مركز حاليا أو خايف على حقوق المرأة في أفغانستان وعمليا إذا بتركز بتباريخ الاتفاقيات أو الاجتماعات اللي صارت مع النظام بهدف إما حل الأزمة طبعا حسب المعايير الدولية أو التعابير الدولية يعني الاجتماعات اللي صارت إما بين النظام والمعارضة بر سوريا أو الاتفاقيات اللي كانت التم بين النظام وبين الثوار جوه سوريا راح تلاقيها كلها عم ينقضها النظام بعد يوم أو يومين أو ثلاثة من شقة حالها ولا وفوق هذا كله الاجتماعات هاي أو الاتفاقيات كانت تصير دائما برعاية دولية على أساس أنه نظام الدولي يوقف الطرف المعتدي طبعا الطرف المعتدي حسب وجهة نظر دول العالم هم الثوار بس اللي معهم بواريد بينما بشار الأسد اللي عم يقصف الناس بالدبابات والبراميل والصواريخ فهذا لازم يظل رئيس شرعي لسوريا طيب الانحياز الغربي والاحتفاظ بالسلطة دكتاتورية سواء في سوريا أو في غيرها من الدول العربية هو هم الدول الغربية وراح تعمل أي شيء حتى يظل الحال على ما هو عليه وبعيدا عن السياسة الغربية والازتواجية في التعامل مع القضايا العربية خلنا حاليا مع القضايا الأساسية اللي هي درعة أنه ليش النظام مصر على تهجير أهالي درعة كل هذا الإصرار طيب صراحة حاولت أفكر شوي النظام مثل ما قلنا سابقا هو عبارة عن ذنب كلب لا إيران وإذا حابت الحكي بلغة علمية فالنظام يعتبر نظام نصيري والنصيرية جزء من الرافضة اللي هم كمان فرق من فرق الشيع يعني اللي هم حاليا ممثلين من قبل إيران يعني إيران حاليا رافضة وفي بعض الفروق البسيطة أو حتى الكبيرة بيناتهم من ناحية مثلا أنه النصيرية بأله سيدنا علي عليه السلام بس كمان الرافضة كمان بأله الأئمة 12 القصد أنه فيه التقاء عقدي بين النصيرية والرافضة على بغض السنة واللي هم بالنسبة لها كلا الطرفين عدو مشترك مشان هيك أي مكان بيكون فيه حرب على السنة راح تلاقي إيران وأذنابها موجودة ابتداء من جنود حزب الله وانتهاء بسليماني وكبار قادة الحرس الثوري مثل ما صار بالعراق ومع اندلاع الثورة في سوريا واللي غالبية أهلها سنة والحكام فيها نصيرية لقت إيران في هذه الثورة فرصة مناسبة مشان تصفية الإحقاد التاريخية فدخلت إيران أول شيء بيتهل العسكري في لبنان حزب الله وبعدين مع انهيار النظام وقوات حزب الله اضطرت إيران تدخل بنفسه وبعدين اضطر النظام يستنجد بروسيا طيب قبل روسيا شو كان صاير قبل روسيا كانت كل مدينة تصمد في وجه النظام يصب عليها النظام كل القذائف والحمام مشان آخر شيء الأهالي يطلعوا ويجي بدالهم الروافض وهيك بلش التغيير الديموغرافي والقصد من التغيير الديموغرافي يعني تغيير البنية السكانية يعني مثل ما كان صغير الحموس كانوا أهله سنة ومع انتهاء ماركة القصير وباقي المعارك لصالح النظام كانوا رافض وشيعيجوا يسكنوا مكان السنة اللي كانوا موجودين في نفس المدينة فصار عندك أول شيء دمشق العاصمة تحت سيطرة النظام وصحيح هاي الغالبية فيها سنة بس كان يتم التغيير عن طريق إما الإغراء بالبيع أو بالتشليح أحيانا وبما أنها تحت سيطرة النظام فولاها مضبون هون للشيعة بعدين عندك حمص ومع انتهاء معارك القصير مثل ما قلنا وما تابعها تمت السيطرة لصالح النظام وبلشوا يحشوا فيها بالشيعة وهكذا بقيت المحافظات وظلت إدلب مكان بختاروا النظام حتى يبعد الناس اللي موحب وجودهم في مكان من الأمكنة ومنطقة الجزيرة فيها الأقراد وحكومتهم اللي بتعمل مشاكل تركية ساعة ما بدون نظام يعني صار عندك من ناحية تركية صارت إدلب وحكومة الأقراد وهذور صاروا أشبه ما يكون بالدرع أو مكان لتصفية الخلافات وعندك الحدود الشرقية مع العراق والحكومة هناك موالية لإيران يعني مثل النظام السوري فرد شكل ومن ناحية الحدود الغربية عندك النظام مسيطرة على اللاذقية وطرطوس وكمان على الحدود اللبنانية عندك حزب الله واللي هو عبارة عن إيران مصغرة بيظل عندنا جزء وحيد غير موالي لإيران أو عمليا غير محسوب على إيران حتى الآن اللي هو درعا واللي بمثل الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإذا تم التهجير اللي عمين حكى عنه حاليا بتكون كل الحدود السورية حاليا تحت سيطرة روافط إيران وبصير التمدد الرافضي أو الشيعي على أبواب المملكة الأردنية الهاشيمية وما فينا غير نستنى ونتمنى أنه هالشي ما يصير نقطة ثانية أنه أهالي درعا وجهوا نداء لملك الأردن وهو أن ما في حدا يلوم أهالي درعا على اللي بيعملوه خصوصا بعد حصار طويل جدا واتفاقيات ما عم توصل للنتيجة وكمان بعد الصباريخ والقلاف اللي كانت عم تنزل على درعا مبارح مثل زخ المطار لدرجة أنه نزل أكثر من ستين صاروخ أرض أرض على أراضي المحافظة فبناء على هذا الوضع ما في حدا يلوم أهالي درعا على الشيء اللي بيعملوه من توجيه النداءات بطلب المساعدة ولكن للأسف سواء كانت حكومة الأردن أو باقي الحكومات العربية ما راح تغير في سياسة تبعية اللجوء حتى لو النظام دمر كل القرى والمحافظات لأن الدول العربية عمليا كلمتها مش من راسة أساسا بالإضافة إلى أنه سياسة الدول العربية وحتى العالمية حاليا ما شئ على مبدأ ترند يعني حاليا لترند هو شو عم يصير بأفغانستان مش شو عم يصير بسوريا مشان هيك راح تلاقي بعض الدول العربية أنها عم ترسل مساعدات لأفغانستان وستستقبل اللاجئين كمان من أفغانستان بس ما عندها وقت تغطي شو عم يصير بسوريا أو ما عندها استعداد أصلا تستقبل اللاجئين قادمين من سوريا وكل العالم حاليا خائف من إهرهاب طالبان بس ما حدا راح يعتبر بشار الأسد اللي عم يضرب الناس بالكيماوي وصواريخ أرض أرض إرهابي والشيء الوحيد اللي منقدر عليه حاليا أنه نقدمه لأهالي درعاه في مثل هيك أزمة لأنه ندعي لهم أول شي أنه رب العالمين يرفع البلأ اللي هم فيه وثاني شيء أنه نحاول نوصل صورتهم ونجاءاتهم لباقي العالم اللي بسمع بس اللي بدويا للأسف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته